يعني ببساطة ان الله قدوس الله قدوس عيناه أطهر من أن تنظره الشر صفة الله القدوسة لأنه قدوس طبيعته بتتطلب ذلك كرهه للخطي بيتطلب ذلك كماله الأخلاقي بيتطلب ذلك ما فيك تطعج يعني آسف بالكلمة بحكيها بلغتنا الفلسطينية يعني دراع الرب في مواضيع معينة عارف الله بيكره الخطي عيناه أطهر من أن تنظره الشر الله قدوس منفصل عن الشر عن الخطاء يعني الله قدوس صعب لما بتدرس قداسة الله قداسة رهيبة قداسة مخيفة فإذن لما الإنسان بيتمادى بيتساهل بأي عمل سوف يقف أمام هذا الديان العادل صفة الله القدوس بتطلب أنه هذا الغضب الإلهي فعلا لأنه هو كامل الأخلاق كامل العدالة وعنده كرهية مطلقة للخطيئة يقول الكتاب المقدس لأن إلهنا نار آكل وعلى فكر أكتر من عشرين اصطلاح في الكتاب المقدس بعبر بشكل أواخر عن كلمات اللي هي بتتكلم عن غضب الله ولموجود أكتر من خمسمائة وتمانين مرة بتتكلم عن هذا الغضب بمصطلحاتها المتنوعة الله إله غيور بيتكلم عنه الكتاب الكتاب بقول لأن إلهنا نار آكلة يعني زي النار اللي بتوكل العشب وبتحرق كل شيء هكذا الإله الله قاد عادل وإله يسخط هذا واحد من الآيات يسخط في كل يوم بيتكلم الكتاب عن الرب أحببت البر وأبغطت الإثم يعني نوع من الغضب الإله وبغضته للإثم بغضه للخطيئة وهكذا إصطلاح كثير أحبائي اللي بتتكلم عن هذا الإله القدوس هذا الإله العادل اللي بيعلن عن الغضب هذا الغضب الإلهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر